أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأزربيجان وأرمينيا وخلال محادثات القمة التي أجراها مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بالعاصمة الأرمينية يوريفان أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتعزيز وتطوير العلاقات مع أرمينيا في شتى المجالات خاصة في ظل العلاقات القوية والممتدة بين البلدين كما أشد بمواقف أرمينيا الإيجابية والمقدرة تجاه مصر وما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من جانبه أعرب رئيس وزراء أرمينيا عن سعادته بزيارة الرئيس السيسي لأرمينيا للمرة الأولى مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع مصر في ضوء محورية دورها في منطقتين الشرق الأوسط وإفريقيا فضلا عن سياستها الخارجية المستقلة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة سرعة عرض ما يستجد من طلبات تتعلق بالحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار الموافقات الخاصة بها في أسرع وقت ممكن وخلال اجتماع لمتابعة جهود دعم وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر جدد مدبولي التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة المعنية العمل على تقديم المزيد من التأسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم قطاع الاستثمار وجد بمزيد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القائم منها قال الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أنه اطلع على أحدث المعلومات الاستخباراتية حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا مؤكدا أن كييف تستعد لجميع السيناريوهات المحتملة وأوضح زلنسكي عقب اجتماع مع قائد الجاش الأوكراني أنه ناقش المعلومات المهمة القادمة من أجهزة المخابرات حول التحرقات والخطوات المحتملة للجاش الروسي في المستقبل القريب مشيرا إلى أن بلاده تحتاج لإمدادات أسرع وأصلحة جديدة لمواجهة الوضع الميداني الصعب دعت أنقابات الفرنسية إلى تنظيم احتجاجات حاشدة غدا ضد الحكومة الفرنسية حيث تم رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما كما دعت بعض النقابات إلى مزيد من الإضرابات في قطاعات تشمل المواني التجارية ومصاف النفط ومحطات الوقود والسكك الحديدية وأوضحت مصادر مسؤولة داخل النقابات أنه سيتم تنظيم حوالي 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجماعية الوطنية حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون اليوم أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أنه سيبحث بعد غد الأربعاء مع رئيس جو بايدن في كيفية تجنب الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها وشدد مكارثي على ضرورة أن يعيد بايدن النظر في قراره الرافض خفض الإنفاق مقابل رفع صف الدين العام وتحذر وزيرة الخزانة الأمريكية جانات يالين من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد من شأنه أن يسبب أزمة عالمية مالية وسيؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وسيقود مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية دولية عدت بلغ إجمال الدين 31.4 تريليون دولار مشاهدين انتهى مجزء الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل